لرأس الوزراء هو لا يقدم لأن المرشح اليوم إلى هذه اللحظة منذ واحد عشر الخطأ الذي ارتكبوه المتظاهرون هم لم يتفقوا على قيادة من تمثلهم أو على من يقودهم على الأقل يكون مفاوض مع الطرف الآخر الطرف الآخر الآن يسأل مع من نتفاوض كثرة القيادات وكثرة التصريحات والتلويحات وحتى الظهور هذا يعدنا إلى المربع الأول لسبب فشل الدولة بعد 2003 نجد كثير من النواب تركوا المجلس النواب يظهرون في الفضائيات كأنما هو أصبح مذيع أو مقدم أو محلل سياسي هذا ليس صحيح لأن المنصب التشريعي هو يبحث عن الفساد وبالتالي عن التشريع وحتى المسؤول التنفيذي القيادة اليوم للتنسيقيات لم تتوحد رؤياها حتى يتم تكون لديها قوة أمام القوة الأخرى وبالتالي تستطيع أن ترشح